موسيقى خلال لقائه بعدد من الشركات البلجيكية في بروكسلا رئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدات خلال مؤتمر صحفي رئيس مجلس الوزراء يتوقع أن يتجوز النمو 6% في العام المالي الجاري ليكون من أعلى معدلة النمو في العالم وروسيا تعلن انتهاء منوراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم وواشنطن تظهر استعدادها للرد على أي تهديدات لحلفائها الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنيتش ناشطة إقبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم أفاق أرحب ومجالات عدة تنتظر مسار توطيد العلاقات بين مصر وبلجيكا لتضيف صفحات جديدة لتطور مستوى التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية توجه انعكس خلال نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليوم الثاني لزيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل والتي التقى خلالها بعدد من الشركات البلجيكية وشهدت التأكيد على حرص الجانبين على تعزيز الشراكة ودفع عجلة الإثثمار المتبادلة اشتركوا في القناة خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة وذلك خلال استقباله بيتر جاندونول الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية جاندونول وخلال لقائنا أخرين أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعمق التعاون في بلجيكا في ضوء الانتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية مشددا على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة في مستهل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادي الأوروبي والإفريقي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جاندونول الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جاندونول وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية باللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كاكرال البلجيكية للصناعات الدفاعية اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وهم شركة ديمي لأعمال التكريب وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسس اللقاء تناول متابعة التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لتوليد الطاقة ولمزيد من المتابعة تنضم لنا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مفادة التلفزيون المصري ليلة عمر ليلة بعد التحية ضعينا في آخر مستجدات أجندة نشاط السيد الرئيس اليوم في بروكسل نعم منذ لحظات تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقابلة ملك بلجيكا وأيضا رئيس برلمان الأوروبي هذا اللقاء سيبدأ بعد قليل وفي المساء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من رجال الأعمال البلجيكيين ومجموعة من الشركات من خلال مائدة مستديرة وكما تبعنا في التقرير فقد كان هناك لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمجموعة من رؤساء الشركات البلجيكية ثلاثة شركات بالتحديد متخصصة في مجالات متنوعة ما بينها التكريك حماية الشواطئ والملاحة والطاقة هذا الملف الذي تهتم به مصر في إطار التحول للاقتصاد الأخضر وطاقة الهايدروجين والاعتماد عليها كانت هناك إشادة من قبل رؤساء هذه الشركات بالتجربة المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التي تقام في مصر أيضا اهتمام مصر بمجال الطاقة المتجددة في إطار سعيها للحفاظ على البيئة ومواجهة كارثة التغير المناخي بتأكيد أيضا في ظل استضافتها لقمة المناخ هذا العام في مدينة شرم الشيخة ملفات عدة تورحت صباح اليوم خلال هذه اللقاءات كلها تعكس التوجهات المصرية لدعم الشراكة مع الجانب البلجيكي وأيضا ما سيتناوله الرئيس عبد الفتاح أسيسي خلال القمة قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي في هذا النطاق بالتحديد أو في هذا المجال ما يتعلق بالطاقة وطرح الرؤية المصرية في هذا المجال من خلال القمة المنتظرة في الغد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في الغد سيكون له لقاء خاص مع رئيس وزراء بلجيك مع أيضا رئيسة البرلمان الأوروبي بعدها سيتوجه للجلسة الخاصة بافتتاح قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي السادسة التي تصطدفها العاصمة البلجيكية بروكسل والتي كان لمصر شارة في استضافة قمتها الأولى في عام 2000 نعم مفادة التلفزيون المصري من بروكسل ليلة عمر شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة شهدت العلاقات بين مصر وبلجيكا تناميا مطردا في الفترة الأخيرة من خلال زيادة حركة العلاقات التجارية والاقتصادية تطور ملحوظ عكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المشتركة العلاقات التجارية بين مصر وبلجيكا تشهد زخما واسعا خاصة خلال السنوات الأخيرة على كل الأسعادة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان لها التأثير الإيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقاهرة 2019 كان شاهدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث احتلت بلجيكا المقام الثاني للاستثمارات الأوروبية في مصر كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبروكسل خلال عام 2019 ارتفع ليبلغ نحو واحد ونصف مليار يورو ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة ثمانية من عشر في المائة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بذات الفترة في 2019 لتصل إلى نحو 256 مليون يورو مقابل 254.9 مليون يورو تحتل بلجيكا المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة بلغت 365 مليون يورو في 2019 وبناء على إحسائيات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018 فقد احتلت بلجيكا المرتبة الثانية عشر من حيث قيمة المساهمة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية المقامة بمصر بنحو 222 مشروع برأس مال نحو مليار دولار وتتركز المشروعات التي تشارك فيها الاستثمارات البلجيكية في عدة قطاعات صنعية مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء وتعدين والكيمويات والمواد الغذائية فضلا عن السياحة والزراعة والخدمات الحكومة المصرية من جانبها تواصل الجهود لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر كما تقوم الحكومة حاليا بمتابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والأليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين ذلك من خلال تكثيف اللقاءات التنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر وللمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين بينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد السفير أهلا بحضرتك في البداية ويعني تنامي مطرد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلجيكا تجلت هذه الزيادة خلال السنوات الماضية وعززته أيضا لقاءات سيدة الرئيس السيسي اليوم بعدد من الشركات البلجيكية كيف ترى ذلك بالواقع يعني فيه نموه في العلاقات بين مصر وبلجيكا وبلجيكا من طول المتقدمة والتي تستثير في مصر استثمارا كبيرا فكانا الحقيقة من اهتمامات من رئيس السيسي موضوع استثمار أن بلجيكا وصلت إلى درجة مهمة جدا تبلغ مركز مهم بالنسبة لمصر في استثمار في مصر وبالجيكا لات يعني مقود مهم مثل فتا هي المركز مقر حلف الأطلنطي وأيضا دولة مجاورة لفرنسا ومجاورة لألمانيا وموقعها يكون مهم جدا في أوروبا وطبعا عضوه في التحاد الأوروبي ومركز البرلمان الأوروبي كل هذا يساعد على علاقات مهمة سياسية واقتصادية بين مصر وبلجيكا أيضا سيادة سفير في ضوء ما تم مناقشته اليوم في تلك اللقاءات في رأيك ما هي أبرز المجالات الوعدة التي تنتظر البلدين؟ لا المجالات والامتداد للإستثمارات البلزيكية والمساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا كل هذا يمكن بالاتفاق مع مصر أن يتم هذا لزيادة التنمية في مصر ولزيادة العلاقات الإقصادية والسياسية بين مصر وبلجيكا هذا عمر موجود وزيارة رئيس السيسي واللقاءه بالقيادات البلزيكية تساعد على هذا وهذا عمر يدعو إلى زيادة العلاقات القوية بين مصر وبلجيكا نعم سيادة السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ترتبط مصر وبلجيكا بعلاقات صداقة قوية ومتميزة اكتسبت أهميتها من عبقرية مكان كل البلدين على الخريطة العالمية هذا وتشهد المباحثة دائما بين مصر وبلجيكا سبل تسوية عدد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة لتطورات القضية الفلسطينية علاقات متميزة تجمع مصر وبلجيكا تكتسب أهميتها انطلاقا من عبقرية المكان لكل البلدين فمصر هي قلب العالم العربي وإحدى عواصم القرار في الشرق الأوسط وأيضا البوابة الرئيسية إلى أفريقيا أما بلجيكا فتعد مركز الاتحاد الأوروبي كما تعد بروكسيل عاصمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي لكثرة مقاري الاتحاد بها علاقات ثنائية قوية ومتنوعة في شتى المجالات واحتفلت مصر وبلجيكا في عام 2005 بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهما في سبتمبر عام 2019 كان لقاء الرئيس سيسي مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل في نيويورك على هامش اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة الرئيس سيسي حرص أيضا على تهنئة ميشيل على انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبي اعتبارا من الثاني من ديسمبر من عام 2019 المحادثات المستمرة بين القيادة المصرية والمسؤولين في بلجيكا تتطرق دائما إلى ملفات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيز أواصرها كما تشمل أيضا جهود مكافحة الإرهاب في ضوء رؤية مصر بأهمية تضافر الجهود لوقف أي تمويل أو دعم سياسي للإرهاب القاهرة وبروكسيل دائما ما تبحثان سبل تسوية الأزمات القائمة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وكذا تطورات القضية الفلسطينية في ظل التأكيد الدائم من الرئيس السيسي بالالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفي هذا الصدد تعد بروكسيل من العواصم الأوروبية الداعمة للتوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وكافة قضايا المنطقة أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمشاركة الرئيس السيسي المرتقبة في القمة الأفريقية الأوروبية التي تعقد في بروكسيل مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيطرح مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية وصولا لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرمشيخ جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقره في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد رئيس الوزراء أن اجتماع المجلس في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال التدريجي للعمل من الحقي الحكومي موجها الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقارهم وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال التدريجي والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى إرسال تقرير مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتين النواب والشيوخ والذي يرصد المتابعة الشاملة لتقدم أعمال برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2021 مشيرا إلى أن هذا التقليد يعكس التزام الحكومة بمكاشفة المواطنين وممثليهم في البرلمان بشكل دوري عن تقدم الأعمال في برنامج عملها كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تحقيق نسبة نمو 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعا للحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن توقعات النمو من الربع الثالث والرابع يمكن أن يتجاوز 6% ليكون من أعلى معدلة النمو في العالم مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام اللي هما من أول شهر يوليو حتى ديسمبر هي 9% وده الحقيقة رقم طبعا الحمد لله بيوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتصارع عملية النمو اللي الحقيقة تحققت في خلال هذه الفترة وخلينا نتكلم طبعا إحنا لما بنقول هذه الأرقام هي بتبقى دايما بتقارن بالربع اللي قبله في العام اليلي اللي آسف اللي سبقه دي إحنا العامل اللي قبله طبعا كنا كلنا عارفين أنه هو العامل اللي كان العالم كله تأثر بجائحة كورونا وبالتالي يعني إحنا كنا بنتكلم أن نسبة النمو في النصف الأول من العام الماضي يعني زي بالزبط نفس المدة دي كان أقل من 2% فإحنا النهاردة بنتكلم على نسبة نمو 9% في النصف الأول وده الحقيقة بس أنا حابب أقوله طبعا إحنا ما بنحبش دايما نتكلم على المستقبل لأنه بياد الله ولكن ده بيدينا الثقة أن إحنا إن شاء الله وبإذن الله الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام إن شاء الله إن نسبة النمو حتتجاوز الستة في المية وبشأن معدلات التضخم أكد مدبولي أن نسبة التضخم التي تشهدها مصر هي نفسها قبل الجائحة وأضاف مدبولي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل غير مسبوق على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن زيادة الأخيرة في سعر الوقود في مصر بلغت 9.7% مقابل 54% على الصعيد العالمي في موجة تضخم عالمي حصلت العالم كله بيتكلم على نسب تضخم يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز الواحد في المية النهاردة بيتكلمه في خمسة ونص متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة الولايات المتحدة الأمريكية التضخم موصل 7.5% أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من 40 سنة إحنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصر اللي هي 8% إحنا بنعارفين إن إحنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة إحنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا ودي ماشية مع مستهدفتنا اللي إحنا كنا عارفين إن مع التقدم والتنمية ونمو الاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جدا كل الاقتصاديين عارفين إنه بيتواكب معه زيادات طفيفة وده اللي إحنا دايما بنأمله إن إحنا بيبقى يحصل معه زيادات طفيفة في التضخم أهلا بكم من جديد وعودة لاستكمال نشرتنا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بجهد هائل لتوفير كافة السلعة للمواطنين وأضاف مدبولي أن أي تزيادة في أي سلعة في الخارج تتأثر بها الدولة بصورة أو بأخرى أسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة أسعار تكلفة الشحن الشحن زادت تلت أضعاف الشحن عادي تقيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت تلت أضعاف فنتخيل إن أي سلعة إحنا بتجيلنا يعني أنا معلش هنحقول لك ببساطة شديدة القلم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محطوط فيه كل حاجة تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل أو الشحن اللي بتيجي من بره فلما تكلفة الشحن الوحدها تزيد تلت أضعاف وطبيعي حتسمع فيه السلعة جنبا إلى جنب مع ده موضوع للتغيرات المناخية وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق ويمكن إحنا شاهدناها السنة دي أكيد كلنا شعرنا الشتاء اللي جيه السنة دي غير مسبوق فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعية فده أدى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم أنا بتكلم هنا على العالم كله ومصر جزء لا يتجزأ من العالم فكل ده أدى إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع في عدد من السلع وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدولة كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع وعن خطورة البناء على الأراضي الزراعية قال رئيس الوزراء أن هناك عقابا شديدا على التعدي على الأراضي الزراعية وأكد مدبولي أن الدولة تبذل جهدا هائلا في استصلاح الأراضي الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل ألمية بيحزننا النهاردة مع الجهد الهائل اللي احنا بنعمله في استصلاح الأراضي الزراعية وبندفع مبالغ طائلة لتوصيل المية معالجة المية الأول لأن طبعا احنا بنزرع كل اللي بنعمله وأنا بأكد كل مشروعات الاستصلاح دي على نفس كمية المية بتاعتنا لكن كل اللي عملين نعمله بنستثمر عشرات المليارات في إعادة تدوير المية ومعالجتها والاستفادة بكل نقطة مية عشان نعمل نزود رقعة زراعية في الوقت اللي الدولة بتعمل كل الكلام ده فيه نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية والمواطنين مستمرين وفيه استمرار في عملية البناء على الأرض الزراعية يا جماعة بالعقل يعني أنا رايح بعض أستثمر وأعض بالسنين عشان أطلع فدان ينتج وعندي الأرض اللي ربنا مدهالي بقالها ألاف السنين أبني عليها وحييجي كل مواطن اللي سانحالي يقولها هي جت على القراطين بتوعي هم دول اللي حيفرقوا أيوة لأن اللي بيحصل مش من واحد بيحصل من ألاف فنتيجة لكده بنلاقي إيه إن ألاف الأفدنة بتضيع فعشان كده الموضوع ده أصبح بالنسبة لنا قضية أمن قوم يا جماعة لازم نتحرك وانا أسف أقول لا لازم يكون هناك بقى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على اللي بيتعدى على أرض الزراعية وحول معدلات الدين أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لا تزال في الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجية من الناتج المحلي الإجمالية وقال مدبولي إنه كلما زاد حجم وقوة الاقتصاد فإنه ليس هناك أي قلق خاصة أن مصر لن تتأخر في سداد أي التزامات عليها ما زلنا كمصر ما زلنا في إطار الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي وده اللي أنا عايز أكده مرة تانية كلما الاقتصاد بتاعك بيكبر كلما الرقم كقيمة بتبدأ نسبته تقل فإحنا ما يقلقناش ممكن حد يبص يقولك الله ده أنتو كنتم مش عارف من كم سنة أربعين مليار إزاي دلوقت وباقته مئة واربعين الموضوع مش كده طم هو الاقتصاد المصري الكبر قد إيه كان قد إيه من لما كان اللي أربعين كان حجم الاقتصاد قد إيه والنهار ده بقى قد إيه ده اللي البقيس بيه وقدراتنا وطول ما الدولة قادرة على أداء التزاماتها ما يقلقناش فعشان كده هو ده اللي إحنا كدولة بنعمله دايما بالتنصيق مع البنك المركزي إن نبقى مصر والحمد لله حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد أي التزام عليها في هذا الموضوع وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك بعد هذا المؤتمر الصحفي الهام لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ربما بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الملفات الهامة والحيوية التي تمث بالطبع الشارع المصري وربما أيضا تحدث عن النمو الاقتصادي الخاص بالدولة المصرية وأيضا الناتج المحلي ونسب تطور الناتج المحلي ومقارنتها بالطبع بالأسواق العالمية وتضخم العالمي وتأثيره على اسوق المصري وعلى الناتج المحلي ربما الأهم هو النمو الاقتصادي خلال الربع المالي الثاني ربما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق نسبة 8.3 من 10 وهذا فيما يخص الربع الثاني من السنة المالية وهذا ربما رقم خاص جدا خصوصا في ظل تداعيات فيروس كورونا التي لم تؤثر على مصر فقط ولكن على العالم أجمع كان هناك خطة استراتيجية خاصة بمجلس الوزراء لوضع نسبة معينة على ألا تتخطاها أو ألا تنقص عنها ربما نسبة النمو في العام المالي وهي تقريبا 7% ولكن ربما وصلنا لهذه النسبة وتخطيناها وهي 8.3 على أن تستمر يعني إن شاء الله في الربع الثالث والرابع لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي إلى 9% وهي أيضا نسبة هامة جدا مقارنة باقتصادات الدول العالمية الكبرى يعني ربما تمت المقارنة بدول كبيرة مثل الصين وأيضا دول اقتصادية كبيرة مثل الصين والوليات المتحدة الأمريكية ولكن كان هناك أيضا نقاط هامة وهي الأمور التي تمس الشارع المصري بشكل مباشر مثل أسعار البترول ومثل أسعار الخبز وتحدث عن أن الزيادة العالمية في أسعار الوقود ربما وصلت لـ 54% عالميا ولكن على السوق المصري ربما لم تزيد عن 13% وهي أيضا متعلقة باللجنة التي يتم انعقادها كل ثلاثة أشهر لتحدد السعر الذي سيكون عليه سعر الوقود في مصر ولكن أيضا تحدث عن هذه المعادلة التي من المفترض أن تتوازن مع السعر العالمي والسعر المصري بدون التأثير على حركة نقل البضائع وحركة نقل المنتجات والتي تتأثر بشكل أساسي بأسعار السلال لذلك أسعار السلال ربما يتم محاسبتها أو تفبيتها على قدر الإمكان ويتم تأويد هذه النسبة بالمنتجات الأخرى في محاولة بالطبع للتخفيف على كاهل المواطن على قدر المستطاع ولكن أيضا أكد على أن المشاركة هي مشاركة ما بين المواطن والحكومة ولكن بما يتعلق أيضا بالخبز وأيضا ارتفاع أسعار القمح العالمية وربما سعر طن القمح كان 287 دولار من قبل ووصل خلال التضخم العالمي إلى أكثر من 300 دولار للطن ربما 320 دولار تقريبا هو ارتفاع كبير جدا في سعر القمح وخصوصا بعد تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وأننا نورد تقريبا ثلث استهلاكنا من القمح من روسيا وأوكرانيا وهو تأثير كبير ولكن بالطبع نتحدث أيضا عن كيفية تفادي هذه المشاكل التي من الوارد أن تحدث وهو بالطبع عن طريق التخزين ووضع الخطة الاستراتيجية للتخزين ربما هناك تخزين مصري لما يقرب من 6 أشهر حتى عام للقمح وكيف يؤثر على الخبز حيث أن أسعار الخبز لم ترتفع منذ 1988 وما زال الدعم مستمر ولكن في خصوص الدعم تحدث عن رفع الدعم عن المواد البترولية إلا استوانات البتجاز التي لم يتمس فيها الدعم برغم الغلاء الذي أيضا مس هذه الفئة من المستخدمين لأستوانات البتجاز ولكن دعم الدولة مازال مستمر في هذه النقطة هناك أيضا عدة نقاط أخرى ربما تحدث أيضا عن نسب التضخم حسب الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وصلت لنسبة 8% ولكن أيضا هي مقارنة بالنسب العالمية ومقارنة بالدول الكبرى التي وصلت لـ 11% و 12% إذن فهي نسبة جيدة جدا مقارنة بعد عام كورونا الذي أثر بشكل سلبي كبير جدا على دول العالم ولكن مصر كان لها بالطبع دور خاص خصوصا استراتيجية الحكومة في محاولة صد هذا الغلاء المتوقع من التضخم أيضا إذا تحدثنا عن فكرة الارتفاع الأسعار التي تحدثت عن السكر ارتفع عالميا بأكثر من 30% ولكن في مصر 14% وهي إجراءات كبيرة جدا يعني تتحدث عنها الحكومة خلال الفترة السابقة وأرقام ربما تساعد على جذب الاستثمار الخارجي هنا لمصر نعم كريم بيبرس من مقر مجلس الوزراء بالحيال الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك وخلال الاجتماع الإسبوعي استعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الصحة والسكان حول الموقف الوبائي لفاروس كورونا على المستوين المحلي والعالمي تناول التقرير رصد للحالة الوبائية في مصر خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى الرابع عشر من فبراير 2022 فيما يتعلق بحالات الإصابة والوفيات بباروس كورونا ونسبة التغير في حالة الإسبوع الوبائي الحالي والسابق والتي سجلت انخفاضا على مستوى محافظة الجمهورية أما فيما يتعلق بتوزيع حالة الإصابة بالمتحور دلتا وأومايكرون حسب الفئة العمرية أظهر تقرير الصحة أن أكثر الإصابات بين حالات أمايكرون تقع في فئة الشباب والأطفال عن حالات دلتا التي يقع معظمها في كبار السن كما استعرضت وزارة الصحة الموقف الحالي لتعقد وتوريد واستهلاك لقاحة فاروس كورونا مشيرا إلى أن إجمالية حجم اللقاحات المضادة لفاروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140 مليون و500 ألف جرعة إلى جانب التعقد لتوفير عقار باكسلوفيد وإيفوشيلد وتوفيره في جميع المستشفيات الحكومية فضلا عن الانتاج المحلي لعقار ملونو بريفير المضاد لفاروس كورونا توفي رئيس المحكمة الدستورية السابقة المستشار سعيد مرعي عن عمر يناهز 68 عاما إثر تظهر حالته الصحية بعد صراع مع المرض كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بأحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش نظرا لظروفه الصحية وتعيد المستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من التاسع من فبراير الجاري وزير العدل ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الفقيد كان رمزا وقيمة قضائية كبيرة ومخلصا في أداء رسالته وكان مثالا يحتذا به خلال مسيراته القضائية الكبيرة اشتركوا في القناة وخلال اجتماعي الاسبوعية قدم مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وفته المنية بعد معاناة مع المرض كما نعى رئيس مجلسي النواب والشيوخ المستشار الدكتور حنفي جبالي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكبار رجال الدولة المستشار الجليل الراحل سعيد مرعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذي مستويين سيناء ستة والذي تنفذه الافرع الرئيسية وادارة الحرب الالكترونية ويستمر لعدة ايام يأتي ذلك في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للافرع الرئيسية واجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شاهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء ستة وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وكفاءة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لحماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذهم لمهامهم والتعامل الامثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة اثناء ادارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالاداء المتميز الذي وصلت اليه هيئات القيادة على كافة المستويات وطالبهم بالحفاظ على جهزيتهم لمواجهة ما يوكل اليهم من مهام لحماية ارض مصر الغالية وإلى الشأن العراقي حيث أطلق قوات الامنى العراقية عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في محافظة كربلا جنوبي العراق وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابية وقال مصدر امني عراقي ان العملية تنفذها افواج من شرطة كربلا وقيادة عمليات كربلا من اربعة محاورة متعددة على امتداد الصحراء نزولا بعنقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الانبار وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابية واضف انه تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكماء لتنعم كربلا بالامن والاستقرار ونبقى في العراق حيث رفضت سلطات اقليم كردستان العراق امرا اصدرته المحكمة الاتحادية العليا يلزم حكومة الاقليم بتسليم كامل النفط المنتج على اراضيه للحكومة المركزية واعتبرت حكومة كردستان ان قرار المحكمة العليا غير عادل وغير دستوري مؤكدة انها ستتخذ جميع الاجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد الزم حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وفي اليمن اعلن التحالف العربي تدمير ثماني اليات عسكرية وتكبيد قوات الحوثي خسائر بشرية خلال عملية استهداف في حجة وذكر التحالف في بيان ان هذه الحصيلة جاءت نتيجة لتنفيذ عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية كان التحالف قد اعلن في وقت سابق تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم بالمسيرات وذلك خلال ضربات جوية شمل صنعاء حذر وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن جريفث من ان اليمنيين سيواجهون انخفاضا اكبر في المساعدات الانسانية في الاشهر المقبلة وخلال احاطة جديدة قدمها الى مجلس الامن الدولي اوضح جريفث ان انخفاض المساعدات بسبب نقص التمويل الذي قد يقلص حصص الغذاء في بلد يواجه فيه الملايين شبح الجوع وتظهر بيانات الامم المتحدة ان خطة الاستجابة الانسانية للعام الماضي تلقت 58% فقط من الاموال المطلوبة من المانحين اعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ انه سيبدأ الاسبوع المقبل مشاورة مع جميع الاطراف اليمنية وذلك لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة في البلاد وافاد جروندبرغ في احاطة جديدة لمجلس الامن انه سيبدأ سلسلة من المشاورة الثنائية مع الاطراف المتحاربة والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والامنيين والاقتصاديين اليمنيين مؤكدا ان هذه المشاورات فرصة للاطراف اليمنية لرسم طريق سلمه ممكن الى الامام موسيقى قالت رئيسة المفوضات الاوروبية ارسولا فوندولاين ان الاتحاد الاوروبي سيكون قادرا على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا واكدت فوندولاين للصحفيين في ستراسبورج ان الاتحاد الاوروبي تحدث مع عدة دول عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال اما من خلال شحنات اضافية او مبادلات عقود واثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن اوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي الى اوروبا مما دفع الاتحاد الى مراجعة خطته الطارئة لمواجهة صدمات الامداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة الى البحث عن امدادات بديلة اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي نيتو يينس ستولتنبرغ ان لا اشارات الى خفض التصعيد حتى الان وروسيا تستمر بحجد قوات قرب اوكرينيا رغم اعلانها انها تسحب جنودا من الحدود وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف في بروكسل لم نرى اي خفض التصعيد على الارض وعلى العكس يبدو ان روسيا تواصل لتعزيز وجودها العسكرية ولا يزال بامكان روسيا اقتحام اوكرينيا بدون سابق انذار الامكانات جاهزة اضافة الى اكثر من مائة الف جندي رحبت الامم المتحدة بالتحركات الرامية الى خفض التصعيد في اوكرانيا ودع المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفن دوغاريك في بيان له امام المجتمع الدولي دعا المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الانسانية والحماية للسكان في شرقي اوكرانيا بدونستيك ولوهانسيك تتواصل مساعي خفض التصعيد بين روسيا واوكرانيا وتجنيب العالم والاية حرب توقع الرئيس الاوكراني ان تدق طبولها اليوم وحذر الغرب من انها باتت وشيكة وعلى الجانب الاخر تتواصل الانسحابات العسكرية الروسية من شفه جزيرة القرم بعد تقدم اصار المخاوف من اندلاع النزاع خطوة تبعها الرئيس الامريكي جو بايدن بتعهد بالدفع من اجل التوصل الى حل دبلوماسي لازمة اوكرانيا لكنه حذر من ان التدخل الروسي لا يزال ممكنا جدا التصريحات الغربية المتواترة وتحزيراتها من اقتراب ساعة الصفر للتدخل الروسي في اوكرانيا قوبلت بنفي قاطع من موسكو نفي جاء على لسان وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروفا الذي وصف تلك التقارير بالارهاب الاعلامي على حد قوله الى ذلك تظل التوترات بين موسكو وكييف تراوح مكانها بينما يزال التخوف الغربي السيد الموقف في وقت تخش فيه روسيا من توسع حلف الناتو في اوروبا الشرقية وتطالب بضمنات امنية في مقدمتها عدم انضمام اوكرانيا لحلف شمال الاطلسي نفى الكريملين مسؤوليته عن هجوم الالكتروني استهدف مواقع وزارة الدفاع الاوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين جاء ذلك في اعقاب اعلان وزارة الدفاع الاوكرانية انها تعرضت لهجوم الالكتروني غير مسبوق ومستمر حتى الان متهمتان روسيا بالقيام بهذا الهجوم من ناحية اخرى اعلن وزير الدفاع الاوكراني اوليكسيري زينكوف ان كييف لا تخطط لاي اعمال عضوانية بما في ذلك في دونباس وشبه جزيرة القرم مشددا على ان بلاده لن يكون هناك اي استفزازات من جانبها من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس انه يجب الحكم على روسيا من خلال افعالها عندما يتعلق الامر بتخفيف التوتر على الحدود الاوكرانية وقال والاس قبيل اجتماع لوزراء دفاع النيتو في بروكسل انه من غير المفيد تحديد موعد لهجوم روسي محتمل لاوكرانيا مشيرا الى ان المعلومات الاستخباراتية تشير الى ان هناك 60% من القوات الروسية ما زالت على حدود اوكرانيا اعلنت الحكومة الكندية ان المسافرين الدوليين الملاقحين لن يحتاجوا بعد الان الى اختبار لفيروس كورونا لدخول كندا اعتبارا من 28 من فبراير الجاري ويمكنهم بدلا من ذلك اختيار اختبار سريع لفيروس كورونا وقال وزير الصحة الكندي جون اف دوكلو انه لن يضطر المسافرون الى الحجر الصحي اعتبارا من 28 من فبراير اضافة الى الاطفال غير الملقحين الذين تقل اعمارهم عن 12 عاما والذين يدخلون كندا مع والديهم الملقحين بالكامل الى العزلة ويجب على المسافرين الذين يدخلون كندا حاليا اظهار دليل على اختبار سلبي تم اجراؤه في غضون 72 ساعة من رحلة المغادرة او وصولهم المخطط الى الحدود البرية استقال قائد شرطة اوتاو الكندية بيتر سلولي وصد انتقادات بالتعامل بالقوة مع تظاهر قافلة سائقي الشاحنات والتي تزال تسيطر على وسط العاصمة الفيدرالية وجاءت استقالة سلولي بعد يوم من استدعاء رئيس الوزراء جاستن ترودو لقانون الطوارئ والذي يمنح الحكومة الفيدرالية مزيدا من السلطة لقمع المتظاهرين رغم تفعيل السلطات الكندية قانون الطوارئ تواصلت المظاهرات احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا والتي دخلت أسبوعها الثالث خارج مبنى البرلمان الكندية في العاصمة اوتاوة تظاهر المئات متحدين قرار رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض السلطات الطوارئ الاستثنائية في محاولة لإنهاء الاحتجاجات في اوتاوة وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد وبموجب قانون الطوارئ أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين وحبسهم لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت إن الحكومة لم تفي بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه السيادة والأمن وسلامة الأراضي الأمر الذي دفع قائد شرطة اوتاوة الكندية بيتر سلولي إلى تقديم استقالته احتجاجات قافلة الحرية التي بدأها سائق الشاحنة الكنديون المعارضون لفرض التطعيم أو الحجر الصحي على السائقين الذين يعبرون الحدود اكتزبت المعارضين لسياسة ترودو المختلفة من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائق شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيزولندا وبالرغم من معارضة سلطات بعض الولايات فرضى سلطات الطوارئ إلا أن ترودو قال إن الإجراءات ستكون محددة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية بينما يتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توفير لقاحات المضادة لفاروس كورونا في الصيدليات وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة وأن لقاحات فاروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المركز المخصصة لتلقي لقاحات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى نقاط تطعيم ثابتة في محطة المترو والقطارات والأسواق التجارية والقوافل الطبية المتنقلة والتي يتوفر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات الغير متوفرة في الصيدليات نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ميتسي حلقة نقاشية عبر تطبيق زوم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين في هولندا وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلا مكرم واستعرضت وزيرة الهجرة عددا من الملفات التي تشارك فيها الوزارة وعلى رأسها المشروع القومي حياة كريمة والذي يجسد حرص القيادة المصرية على بناء الإنسان تماشيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتكوين فريق تطوعي من الشباب شهد وزير الدولة لإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مراسم توقيع التفاقية لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع مكونات مجموعات تحويل السيارات للعمل بالغز الطبيعي المضغوط والمسال وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المعصرة للصناعات الهندسية ومصنع 45 الحربي وشركة لاندرينزو الإيطالية جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور سفير إيطاليا لدى مصر ورؤساء مجالس إدارات شركات غاستيك الغاز الطبيعي للسيارات وطاقة القابدة وكذلك ممثل وكالة التجارة الإيطالية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية كفر الديب في مركز زفتة بمحافظة الغربية وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأكد رئيس جامعة طنطا محمود ذكي أن القافلة تأتي استمرارا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية في ظل جائحة كورونا وخدمة القرى الأكثر احتياجا واستكمالا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة تتابع القافلة الطبية المجانية أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي بالرمز الحضري بمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء وذلك لتوقيع الكشف وإجراء الفحصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان للأهالي والمناطق المجاورة يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا حيث تتضمن القوافل ثمانية تخصصات طبية مختلفة إضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة ومعمل للتحاليل وصيدلية لصرف الأدوية نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من أعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 وذلك في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة وأصلت تقرير الضوء على الإشادات الدولية التي حظيت بها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إيجبس 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نمو قطاع الطاقة المصري حيث اتفق المشاركون على أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة وعلى هامشي فعالية معرض ومؤتمر البترول الدولي إيجبس 2022 شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملاب بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثين كوهين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية في مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الأمريكية لإطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول وأوضح وزير البترول أن برنامج تطوير العنصر البشري وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفاءتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر هذا وتختتم اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك في ختام فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 بالفعل تختتم اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة للمرة الخامسة وقد أكد المشاركون في هذا المعرض والمؤتمر أن افتتاح السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعليات معرض مؤتمر إيجبت 2022 أعطى زخما وقوة كبيرة لهذا المعرض والمؤتمر وتمثل ذلك بصورة واضحة في توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون بين العديد من الشركات المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر وخاصة قطاع البترول المصري وشركات الغاز الطبيعي التي أيضا وقعت على مدار ثلاثة أيام العشرات والكثير من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة ومجالات الخدمات البترولية مع العديد من الشركات الأجنبية والدولية والعربية هذا المعرض والمؤتمر الذي يقام في دورة الخامسة تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات العديد من الطاقة شارك فيه ممثلون دوليون من مختلف دول العالم وناقش أيضا العديد من التحديات التي تواجه الطاقة على مستوى العالم ومن بين هذه أيضا التحديات كانت خفض الانبعاثات البترولية ونحن نعلم أن مصر تستضيف مؤتمر أو قمة تغير المناخ كوب 27 وبالتالي كان الحديث ومناقشة خفض الانبعاثات البترولية من صناعة البترول كان أمر ضروري للغاية وقد تم أيضا مناقشة هذا الموضوع على مدار ثلاثة أيام وبحث لحلول جديدة وحلول رقمية لمواجهة هذه الانبعاثات الكربونية القطيرة التي تمثل مواجهة صعبة في مجال البيئة وكان من بين الحلول التي قدمت على مدار ثلاثة أيام كان من بينها ميكانت وتطوير العمليات الخاصة بالخدمات البترولية فضلا عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة تم أيضا مناقشة على مدار ثلاثة أيام العديد من المسالة التي تخص الخدمات البترولية فضلا عن الصيانة والتحول الرقمي كذلك وزير البترول والطروة المعدنية الموندس طارق الملة يعني شهد اليوم العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات عربية وعالمية وكان من بين هذه الشركات شركات السعودية تم أيضا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن إنشاء مجمع البترول كيمويات بمنطقة محور قناة السويس ما إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة في مجال البترول وبالتالي نحن نتحدث عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي البترول إيجيبس 2022 الذي يعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام في مجال صناعة الطاقة على مستوى العالم وخاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ونتابع معكم فعليات هذا المؤتمر الذي يختتم فعلياته اليوم في يومه الثالث على مدار السعة عليكم زملائي في الاستوديو التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر ومؤكدا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقة السياسية التي تمتع به دوليا وإقليميا من جانبه توجه رئيس السيسي بالشكر على حفاوة الاستقبال مؤكدا المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وأوضح المتحدث الاسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف الهامة مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشهادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف خاصة وأن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحاسمة والحكيمة من السيد الرئيس كما أعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف انتهت نشرتنا وبقية تذكير بأهم ما جاء فيها خلال لقائه بعدد من الشركات البلجيكية في بروكسل الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز المصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيك على مختلف الأصعدة خلال مؤتمر صحفي الرئيس مجلس الوزراء يتوقع أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم روسيا تعلن انتهاء مناورتها العسكرية في شبه جزيرة القرن وواشنطن تظهر استعدادها للرد على أي التهديدات لحلفائها إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا الإخبارية من الثالثة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء